على فكرة الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه هو يسافر سفرا طويلا حتى يحفر تحيا أنني كنت أذهب إلى الشيخ في نصف القرآن الأول كم يوم؟ كم يوم؟ ثلاثة أيام ثلاثة أيام في الأسبوع ثلاثة أيام فقط كنت أتحايل عليه كان أول يومين فقط تحايلت عليهم حايلة شديدة لأذهب إليه ثلاثة أيام وكان يوقفني على معاني شديدة يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط 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 هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة والله كان أفعلها الله أكبر في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا ولكنني سمعت أنك الفريدي شوي الحمد لله ربنا ألعب علي هو شهل مني من البصر سبحان الله الحمد لله وعلى هذه النعمة أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع علي بصر لا تريد أن يرجع الله لماذا؟ لماذا؟ لعل لا يكون ليحنجتم عند الظالم يوم القيامة فيخفف عني بعض الملع العذاب وأقف بين أديهم خائف متوجدان يسألني ماذا فعلت في القرآن؟ فعسى أن يخف فعله فالله يدخل من يشاء فيه رحمته ولكنه ألعب علي بالقرآن وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي أذهب وحدي فقط وليس معي أحد ولكن أبي يخاف علي تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن يا الله ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ والحمد لله على كل حال ما شاء الله يا شيخ معاذ أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لبلو القيم نعم ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله ما أغلق الله بابا لعبدي بحكمة إلا فتح لكم بابا للمحكمة يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنت فقدت البصر لا 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 في الصغر يعني البعض يشعر بنقص في الصغر كنت أغضب لن أكذب علي نعم كنت أغضب وأحياني لكن الآن الحمد لله لا أغضب فهذا قضاء الله وقدر نعم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهم الجنة لا أسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردوسية اللهم أم اغفرت همومي وانشرح قلبم هموم لما تليتك كل الأحزان فرد يا محكم القرآن يا مسكم ختوم اغفرت همومي وانشرح قلبم هموم لما تليتك كل الأحزان فرد يا محكم القرآن يا مسكم ختوم أغفرت همومي وانشرح قلبم هموم اغفرت هموم نعم